صباح الخلاصة المتابعين فتح الفاني الصباح لشركة وينزر بلوكر هقدمه لكم كريم مجدد يوم 6 نوفمبر 2020 و هنتكلم مع بعض فيديو بتاعنا عن أسعار الدو جونز طبعا قفضت الأسهم الأمريكية واردفاع كبير للأسهم الأمريكية خلال تدرات أمس وده بعد مراهنة المستثمرين على احتفاظ الجمهورين بالسيطرة على مجلس الشيوخ وارقلتهم أي تغييرات كبيرة على السياسيات يمكن أن تضعف أرباح الشركيات طبعا إذا فاز شو بيدن برئاس ترليلية المتحدة في ظل استمرار فرد الأسوات بعدد من الولايات الحسيمة تخلى المستثمرون عن الحزر اللي ثالث طبعا قبل الانتخابات وبدأوا بشكل كبير تداول إيجابي ودفعوا مؤشرات الأسهم الرئاسية للسعود ولكن كمان بشكل عنيف طبعا حزم التحفيز المالي تظل متوقع على انطاق واسع حجم أي اتفاق من المرجح أن يكون دون التكاهنات في ظل كونجرس منقسم بيدغل بدوره على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لضخ مزيد من السيرة في النظام المالي وده طبعا ستدعم أسعار الأسهم بشكل كبير طلقت الأسهم دعم وجيد من بيان المجلس الاحتياطي يوم الخميس بعد أن أبقى البنك المركزي على السياسة الأدية خاصة طبعا في تأسير النقدي دون تغيير وتعهد مجددا بباس لما يوسعوا لسيانة اقتصاد تعصف به جائحة فيروس كرونة وده طبعا الأسفر بشكل كبير يقترب بينهم بشكل كبير طبعا الفوز بأسوات المجمع الانتخابي ومتوقع ليه فقط ثلاثة أسوات عشان يكون رسمي هو الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا ده الأسر بشكل كبير زي ما شفنا على أسعار الأسهم بارح كان عندنا بيانات همزة معضلات الشكلة من البطالة لجي من نتيجة أسوأ متوقع 751 ألف والنهاردة في انتظار بيانين همين هو تقرير التوظيف بالقطاع الخاص متوقع ليه انخفاض لشتمائة ألف ومعدل البطالة الأمريكي الشهر شهر أكتوبر متوقع ليه أيضا انخفاض لسبعة فاصلة سبعة من عشر فرمائين دي كانت أهمل بيانات فهم الأخبار ولذلك خلونا ننتقل مع بعض النشو التشارت وتوقعتنا ليه على مدار اليوم النهاردة زي ما احنا شوفين طبعا أداء الكبير الإيجابي لمؤشر دوجونس وتفوقه بشكل كبير جدا وعودته مرة أخرى المناطق اللي انخفض منها خلال الأوان الأخيرة عند الـ 28-335 والأهم من ده عودته أعلى الـ 28-70 وهنقطة محورية غاية في الأهمية أداء إيجابي عليهم أي تقاط المتوسطات السعر الأعلى المسافة بينهم ثبت السعر عليهم أداء إيجابي على الـ إشارة طبعا وحيدة للحركة التصحية الخفيفة على السار لذلك طبعا سيتم تجهولا توقع بزيد من الإيجابية بشرط كسر الـ 28-335 علشان يروح الـ 610 وراءها الـ 840 مرة تاني كسر الـ 335 وراءها الـ 610 وراءها الـ 840 السيناريو الآخر المعاكس هتحق بكسر الـ 27 بقى 810 وراءها الـ 27-560 وآخر نقطة عند الـ 300 وبكده نكون مصنعا نهاية الفيديو وبتمنى لكم أكيد يمتدأ والأمن وبشكركم على حسن تبايتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته